النهاردة احنا هناخد مش مشاكل هناخد اخطاء بسيطة وهديكم الحل واحنا قاعدين يعني هنقول المشاكلة ونقول الخطأ ونقول ازاي تحل هنعمل طبعا للميزانين بتوعنا الجمال جدا علشان عارفين انتو الزوجات بتزعل انت عملة تقولي علينا 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 في الاقطاء ومتقولوا لهمش لا احنا هنقسم الحلقة النهاردة ان شاء الله اخطاء للزوجات بتقع فيها وزا نسححها واخطاء بيقع فيها الازواج اول حاجة ورا وقلم بقى بالله عليكم كده وكتبوا ورايا لانا هقوله ده اول خطأ بتقع في الزوجة انها بتتنازل عن سعادتها بتتنازل عن احتياجاتها الاساسية بتهملها ازاي هتسعدي غيرك من غير انت اصلا متحسي بالسعادة في فرق قل بالكم انك تؤثر غيرك على نفسك بقصر زوجي بقصر اولادي على نفسي وفرق كبير جدا انك انت تلغي احتياجاتك المادية والنفسية والعاطفية ده غلط تقول لي هدومك مقطعة ومش عارف ايه عشان هم يجيبوا ده ممكن في مرة لكن مش عشان انت ما بتطلبيش طيب ما تطلبي يعني هو مش شايف يعني هو مش شايف انا ما عنديش هدوم هو مش شايف ان انا محتاجة كده هو مش شايف لا 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 مش هو المفروض يجيب من نفسه يعني اصلا بكسف اقوله اصلا مش عارف ايه لا لا ده مش صح هو منين هيعرف الاحتياجات او ان دي الحاجة اساسية عندك الا لو قلت وعبرت عنها بس ببساطة جدا وقوني طب وانا لو قلت ده هيعتبرها مش عارفة ايه حاجة لا انت لو ما قلتيش هيعتبر ان ده شيء مش اساسي عندك وحاجة مش هي عندك اصلا ومش فارق معاك يجيب ولا ما يجيبش وان مش ده اللي بتحبيه ودور على الحاجة تانية انت بتحبيه لان انت مقابلتيش فقولي قولي يا بنتي وعبري تاني خطأ من ضمن الاحتياجات النفسية اللي بتقولك يعني محتاج دعم ومحتاج شكر ومحتاج مسندة ما تتنزليش عنها الدعم والشكر والمسندة اكسير الحياة بالنسبة للزوجة سادقون ده اكسير الحياة تالت حاجة احتياجاتك العاطفية اللي انت محتاجها دي ما تقولي ان انا محتاجة كسا قولي زوجك انا محتاجك تقول بالشكل الفلاني وتعبر لي عن حبك أو عن عواطفك أو عن مشاعرك بالطريقة الفلانية اللي انت بتحبيها وتفاهمي وتعرفينك بتحبي تتعاملي بواحد اتنين تلاتة بالشكل ده بالنموذج ده ويقولك الكلام اللي انت محتاجة تسماعيل لهو ده بالطريقة دي فغلط جدا انك ما تقوليش وبعدين بقى تيجي تشتكي بقى تيجي تشتكي من زوجك ده مقصر معاي ده ما بيقوليش هو انت مش عارفة طب هو انت عرفتيه أصلا انت ما عرفتهوش ولا حبرتي عن جواك وتنزلت تنزلت تنزلت درجة ان خلاص بقى أمر واقع وعدم تلبيت احتياجاتك ده بقى من الكماليات والرفاهيات مين قالك ان زوجك عاوزك تتنزل عن احتياجاتك مين فاهمك المعلومة للغلط دي لا بالعكس جدا طبيعة الراجل أصلا بيحب يشعر ان زوجته بتحتاج له وبيحب يشعر عنده شعور كده ان هو الفارس البطل المغوار بتاعها اللي بيلبي طلباتها واللي بحاول يسعدها وبيشعر اصلا بكيانه ورجلته لما يشوفك بتتحكي لما ويرسم كده الدحكة على شفافك كده لما يعني لفز لك حاجة او يحقق لك طلب او لما يشوف زوجته سعيدة وفرحانة بسبب هو انت بسببك انت دليل كده شوفي ازاي لما اي راجل واي زوج بيشتر زوجته حاجة او بيحقق لها طلب معين وبيسعدها يقول لها ايه مبسوطة ها سعيدة ها عجبتك الامر ده ويفضل يسألها سعيدة طب عجبتك الامر ده انت مبسوطة منه وبيسمع منها الرد ده بيخليه ايه بقى الامر ده بيخليه يشعر بكيانه وذاته وان هو قادر اصلا على اسعاد الزوجة اللي معاه نصيحة بجد بجد كل ما اشعرت زوجك بقدره او قدرته على اسعادك وان هو فعلا مصدر بيخليك فرحانة كل ما هو بازل اكتر واكتر عشان يسعدك اكتر ده الخطوة الاخيرة بقى يا بقى انك انت تشكريه على اللي عمله وعلى اللي بازله وعلى اللي عطاه وعلى اللي نلب طلبك ده شيء جميل جدا وبيفرح الرجالة جدا انك تشكريه يقولك الزوج بيبقى حاسس ان زوجتي حاسة بيه ومقدرة تعبي ومقدرة جهدي ويبقى اول خطأ انك ما تعرفوش احتياجاتك يبقى لازم تعبري عنها وباحترامه بطريقة فرقية في التعامل وانحنا بنقول وتاني حاجة خطأ ما بتعملهوش ان انت ما بتشكريهوش ما بتشكريهوش زوجك خلي بالك عندنا حديث كارسة حديث صعب جدا 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 حديث صعب بجد وحذرك ان انت تقع فيه كل زوجة بحذر انها تقع تحت طائلة الحديث ده سمعي لا ينظر ينهر بيه من اولها كده لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها ما بتشكروش وهي لا تستغنى عنه يعني ايه الكلام ده ما بتشكرش زوجها وفي نفس الوقت هي ما بتستغناش عنه طاعة الزوج والاحسان اليه والاعتراف بجميله وشكره من الامور اللي بتستوجب رضا ربنا على فكرة مخلفة الامر ده بتجلب السخط عربنا سبحانه وتعالى وعذاب ربنا والحديث تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى لا ينظر وصفة النظر من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى مقيدة طبعا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون النظر دي الا بايه الا لمن يحب الله سبحانه وتعالى المعنى ايه الله لا ينظر نظرة فيها رحمة خلوا بالكم بالله عليكم الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه يعني يبقى زوجها بيحسن اليها وقدها كل الامور لدرجة تصل لعدم الاستغناء عنه ومع ذلك هي لا تشكره وتكفر معروفه وما نقصدش بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان لا ده بتأذيه بمساوئ الاخلاق والافعال والخصال الشكر بيقصد به هنا السناء باللسان والافعال ما اظهر صرور زي ما قلتلك تبقي سعيدة معاه توريره انك مبسوطة انه عمل كده الراحة في الحياة وانا معك وانا مرتاحة وانت جانبي القيام على اموره وامور عياله والخدمة بتاعتهم واننا ازاي اصطرعهم وربنا اصطرعان عليهم وانا اقدي الرعاية ديت بحقها واننا ما تخلاش عنه حتى في محنته وعدم تتبع العصارات وقول مش عارف ايه ده انت كذا اوضحه في وسط الناس وترك الاساءة انه وما تفقدش كده مواطن الخلل والزلل والقصور وانك يعني يعني انك بس مجرد مجرد ان انت حتى تقول له شكرا جزاك الله خيرا ربنا يكرمك دوت هو ده الاصل ده هو ده الاصل لما يفضي اليها بسر او يفضي اليها بحاجة خاصة او تعرفي حاجة عن زوجك احفظ السر يا بنتي احفظ السر وما تطلعوش هو دوت ولا تستغني عنه اذا اصرق اليها بشيء ما تطلعوش برا الحاجات دي مهمة وانا عندي الحديث زوجت تحط عليه خط وسبعمائة خط النهاردة انك الله عز وجل لا ينظر الى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه وانت عملت اي يعني وانت زي الناس كلها بتعمل كده هلت انما الناس كلها مش عارف ايه وانت جبتك ديب من ديله يعني لا لا اشكري اشكري طالق خطأ طالت خطأ بتقع في الزوجة في حق زوجها وفي حق منظومة الزواج ككل انها ما بتصقش في زوجها عدم الثقة بالحد المعقول على فكرة فيه على طول تخوين فيه شك فيه غيرة مش في محلها لان الغيرة في محلها لها حلقات تانية كتير تخوين لدرجة ان حتى يعني ان اهلها او صاحبتها بيعرفوا عنها امور وشغلها ومرتبها وحياتها وخطاتها وزوجها ما يعرفش حاجة ودي من اكبر الاخطاء على فكرة ما بتدلوش الثقة لدرجة انها تقوله اللي جواه لا بتخلي الزوج بيشعر ان هو حاجة سنوية كده في حياتها مش حاجة اساسية في حياة زوجته يعني احكي لكم قصة كده بلما اقول لكم النقطة اللي بعدها يعني جي زوج بالشيك بيقول يعني اخت اخت مراتي وزوج اخت مراتي يعرفوا عن زوجتي مدياتها ودخلها ومرتبها واللي بتحطه في البنوك وانا معرفش وعرف الامر ده قدرا نتيجة ورقة جاية من البنك وكذا وكذا فبيكلم اختها قالت له اه كذا وطلع اختها عارفة وزوج اختها هو اللي بروح يحط لها الحاجة فلو تعتبه زوجك يعني ليه ما فيه ثقة كده دي من الاخطاء احنا بقولنا المعتدل عشان الحاجات اللي لها حقيقية وجات قدامك دي لا طرق تاني رابع خطأ بتقع فيه الزوجة انك تطلوبي منه ان يقرأ افكارك اللي انت معبرتش عنها اصلا لا حاجة محزناك شيء انت قلقانة منه قوليله يا بنتي قوليله معبري عن الجواك مش تتقمسي وتلومي عليه وتتوقع بقى ان هو يفهم يعني اما الرجال اصلا مزان نساء على فكرة ما بيفهموش التلمحات والحاجات اللي انت عايز حتى توضحيها لا هو عايز شيء واضح وصريح ومحدد بس قولي الجواكي بوضوح لكن ما توقشه مفروض يفهم يعني لا مش هيحرف قوليله هو ما بيفهمش الحاجات دي وعايز حاجة محددة وصريح ايه في ايه قولي خامس خطأ بتقع فيه الزوجة عدم تخصيص وقت كافي لزوجها وبيبقى مثلا اهمال له في وجود بقى الانشغال بقى حجة البيت والاولاد والمشغوليات والحل ببساطة عشان خطري الحل ببساطة ابوس ايديكم تنظيم الوقت تنظيم الوقت البعد عن الكسل كان فيه مقولة جميلة جدا جدا لسه ريالي بن القيم بتقول ان الكسالة اقصر الناس هما وغما وحزنا ليس لهم فرح ولا سرور بعكس اصحاب النشاط لازم تتعلمي كامرأة انك تنظمي وقتك وكمسلمة انت اولى بيها والله انت اولى بالعلم دوت من اي حد تاني يعني انا نفسي ده هيفيدك لنفسك والبيتك والعيالك والزوجك نظمي ورتبي وخصصي وقت لكل حاجة هتسعد ان شاء الله سادس خطأ بتقع فيه الزوجة تجاه منظومة زواجها وتجاه زوجها انها ما تكونش محددة اهداف للزواج احنا قلنا الزواج مش غاية هي وسيلة وهدف تكتيكي قصير المدى على فكرة لازم احط اهداف لنفسي والزوجي ومنظومة الزوج عايزة من زوجك ايه حاليا ومستقبلا اهداف لكي والاولادك عايزة اولادك شكلهم ايه تعلموا ازاي ايه اللي تغرس في قلوبهم ده ينكتب الكلام ده ينكتب وتحققيله وسائل وتشوف ازاي حقق الهدف والامان اللي انا عندها في فرق ما بين الامان وما بين الهدف اللي انت بتسعي لتحقيقه سبع خطأ انك ما تعتهوش مساحة كافية للترويح عن نفسه او مع اصحابه عايزة روح للصيد ناس عايزة تقعد في الصيد كده الوحدة بس تقعد في الصيد مع نفسها كده وما بيعملوش حاجة سبيه رسالة السلام كان بيعود شهر كل سنة في الغار ما جاتش السيدة خارجة وانت سايبني وسايبني الوحد وعيد اللي بكادة وسايبني البيت والعيال وعندي تسع عيال ورايح لا 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 سبيه سبيه طلا يديلهم مساحة او يخرج مع اصحاب احقق قصة تضحكوا جدا عن زوج لسه مقابيني بقول لي يا دكتورة هلو انت مش ناوية تاخدي الزوجات كده في مرة خدوهم يومين تلاتة كده في رحلة في اي حاجة روح اخدوهم فسحيهم يا ابني ايه قال لي عايز اروح مع اصحاب هي بتحبني وانا والله بحبها بس هي قبس على نفسي مش ردي تديني حتى مساحة ان انا اخرج وانا اروح نفسي عيش مع اصحابي شوية يوم كده ولا حاجة تقول لك لا اللي بنحب بعد نروح مع بعض ونخرج مع بعض ايوة ايوة ليك وقت ليك وقت انت وبيتك وزوجك وليك وقت ما هو مع اولاد وليك خروجة انا لقوا نكرها عليك ودي اساسي لازم فسحة ولازم حاجات كحفة لكن اديلهم صحة مع نفسه ومع اصحابه ما تحكموش عليه وقلنا اعلى معيار عند الراجل الحرية فما تخنقوش طيب دي الحاجات اللي على الزوج ايه بقى الحاجات والاخطاء اللي بقع فيها الزوج عشان ما تزعلوش مني بس عشان بس بنقول الكلام ده للينا واللي علينا يبقى فيه توازن في الكلام اول خطأ بيسيبها الفترات طويلة جدا لوحدها ولا يعوضها عن فترة الغياب سواء في الشغل بيجي مثلا 12 ساعة بيجي يأكل وينوم ملوش جعب حاجة ويعودها كذا كذا اليوم الأجاز ينايم يقعد على الموبايل بتاعه او سفر ويشوفه حل في الموضوع ده ويشوف حل في موضوع السفر والبعد افتح سكايب كلم عيالك كلم زوجتك فيه وقتهم في اليوم على الاقل ما عديش يوم انت مستيبها كده يعني انت مش متجوزها وتروح معها سبوع والله شهر وترجع تخلف لك وتربع عيالك وتروح لا 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 ده مش شكل زواج شوفوا حل هي تجيلك يا انت تروح لها تنزل لها كل 4 شهور وخلال الـ 4 شهور انت بتتبعها كل يوم ما انت مستيبها كده هي تشيل الليلة وشيلة الدنيا والحياة لا تبعها كل يوم وتابع عيالك افتح تليفون افتحوا كاميرا اشوفوا بعض بحس بابا فوسطينو تاني خطأ بيقع فيه الزوج بصوا النقد المستمر بتقلل من مجهودها يتصيد الاخطاء كانين الحاجات الجميلة بقى ويقولها كده تصيد الاخطاء دايما بيحاول اظهار العيوب يعني في طريقة لتصحيح الخطأ على فكرة في اسلوب لازم يتعلمه لازم يتعلمه كل راجل لازم تتعلمه الكلام ده ازاي توجه نصيحة للمرأة عمتا وزاي توجه نصيحة لزوجتك منها اللطف في الكلام منها مبال اخوان منها النصح المباشر بس بيزباوا ايه احب شوفك كده يه بس قولها كده انا بحب شوفك بتعملي كده هتشلك الدنيا يا سلام يا سلام بقى كمان لو انت كمان عملت الامر بالشكل الفلاني يا هتزداد حبا هحس فعلا انت مهتمة بكلام انا عارف انك بصي ما شاء الله عليك لو حطيت الامر ده في دماغك عجبيه افضل ما يكون وافضل بكتير من دلوقتي انا اصلا وصل فيك يا حبيبت قلبي وعارف ان انت يمكن تخلص القصة دي في زمن قياسي في وقت قياسي انا بحب كنت مجنونة كده وعقلك شغال شغال في كذا وكذا وكذا مش انت بقى طول عمرك مهملة انت مش نضيفة لبتك ولا عيالك انت فشلة وعليك فشلين زيك وطلعين مش عارفة بايه بيهدم بيت والله ما يهدم بيت ده يهدم جبال ويهد جبال ويهد قلوب ولو قلب زوجتك تهد ولا انقصر ومات عليه العوض في الجواز وعليه العوض في بيتك وعليه العوض في نفسك وفي اولادك خلاص انتهت بتبقى زومبي انسان قالي كده بيعمل بدون روح مفيش حد عايز يعيش مع حد بدون روح يقول لك طب ما انت اللي عملت في نفسك كده طالت خطأ بيقع فيه الزوج تجاه زوجته انك تشايلها المسئوليات يا ابن الزواج كلها لوحدة وان انت ما تتحملش مسئوليتك وترجع تشتيك منها دي مسترجلة دي واحدة دي واحدة ما انت اللي عملت في نفسك كده ما انت اللي خليتها مسئولة عن حاجات انت اللي المفروض مسئولة عنها انت كراجل انت اللي رميت عليها الحمل وخليتها تتخذ قرارات المدرس ومتابعة الاولاد مش عارفهم قبلت المدرسين الدروس البيت العيالي التربية وعايزها سوبر زوجة في اخر الليل لا قسموا المهام وكل واحد يشيل ليلته كل واحد يشيل اللي عليه بلاش التكالية كل واحد يشيل اللي عليها عشان نعرف نعيش كزوج وكزوجة ومبقاش واحد محمل على التاني لحد ما يموته خالص ماينفعش الكلام ده وده خطأ رابع خطأ بيعمله للزوج انك تقعد تلوم وتقارن بينها بقى وبين الاخريات والنساء ومش عارفة بنت خلتك وبنت عمتك وجرتك وزعبتك واختي واختي كرسة بجد يا اما هي هتكرهك ده شيء أساسي يا اما هتكره نفسها وتكره الاخريات وتكره التعامل حتى ولا الكلام ده اي صنفة من نساء هي خلاص هي خلاص كرهاء الحل ببساطة وقلناها وعملناها حل وقلناها عليها بسبب حاجات امدحها وشكرها قطر خيرك مش عيب من لم يشكر الناس يا ابني لا يشكر الله سبحانه وتعالى وده وزي ما قلت لك الاكسير بتاع الحياة بتاع المرأة اشكرها امدحها امدحها لصفات الشخصية فيها شكلها شعرها جسمها يعنيها اي حاجة اختر لك اي حاجة كل يوم امدح لك حاجة امدح طريقة تقدمها للأكل طريقة فعلها انها هتم بنها في تقارتك انها حطت لك انها مسحيت لك حسائك يا اخي اشكر وامدح تكسبها عايز تكسبها امدحها واشكرها قديني بديكم الحاجة والعلاق في ساعتها خمس خطأ بيعملوا الزوج تجاه زوجته اهتمامه بنفسه وقت العلاقة الخاصة وما بيلتفتش ليها ولا طلباتها ولا احتياجات ده بيخلي الزوجة قصة تحس ده يا رجل قانين ده يا خلاص وتكرار الأمر بيسبب لها نوع من النفور وكره الأمر دوت يعني هي خلاص كرهيته كده ومش عايزة خلاص الحل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تزوق عسيلتها حتى تزوق عسيلتها لازم الأمر مشترك والمقدمات واسألها ببساطة خلصة الدنيا عايزة ايه اللي بيفرحك اللي بيزعالك الأمر ده لكن يبقى أنانف هو ودماغه بس لا استادس خطأ بيقع فيه الراجل عدم موجود حاجة اسمها ودل اتنين على الفكر اسمها ثقافة اللي اعتزار بين الزوجين الزوج بيقع فيها والزوجة بتقع فيها وخطأ من الزوجة لازم نتعود نقول أنا آسف نعتذر لبعض ايه المشكلة ايه المشكلة بمغلة تقول كذا مش شرط يعني أنا بقول اعتذار الزوجة بيختلف عن اعتذار الراجل يعني خليكم مارينين في تقبل الآخر مش شرط أقول أنا آسف لكن جيت وعملت مش عارف ايه جيت بالصرصة جيت جبت له هدية جيت كذا مش رد يقولك أنا آسف وانا غلطان ولا تمثلك مش عارف لا 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 وانت نفس الكلام مش عيب لما الواحد يقولك ده يعلمك تقول استغفر روح على فكرة اللي بيقول عنده ثقافة اعتذار كتير للسخفار لله سبحانه استغفار بقلب أنا آسف يا رب اغفر يا رب لا مش عمل كده تاني يا رب هو ده اللي بيعمل كده هيعمل كده وعيالكو كمان زي كلمة تكبروش ولا يقولوا لا يتعلمهم هما كمان يقول وانا آسف يتعلموا ثقافة الاعتذار وثقافة الاستغفار لله سبحانه وتعالى سبع خطأ بيقع فيه الزكت جاه زكته هي الخيان هو الأول بيكون خن الله سبحانه وتعالى يعني أولا يعني وبعدين خن الله فيها ثانيا وبعدين خن نفسه خن المساق الغليز والخيانة مش جسدية زي ما قلنا الخيانة خيانة حب وأمان خيانة عاطفة خيانة ثقة خيانة دعم خيانة عشرة خيانة وقت خيانة الأمان اللي كان موجود ما بينهم يعني ونرجع تاني وقول الحل في أول نقطة قلناها في أول الحلقة خالص الرجوع لله سبحانه وتعالى ونتعلم ازاي نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى ايه الحاجات اللي نعملها اللي تخلي ربنا راضي عننا عشان نقرب زنب أحداثه أحدهم أحد الشاركين فتفرق ما بين الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض انتوا اتنين كزوجين طلبتك مجاب الله سبحانه وتعالى أصلا هل من داعين هل من مستغفر هل من له حاجة عايزين ايه خلي زوجتك تسمع صوتك في الدعاء وتأمن عليك وانت تسمع بقاءة وانت بتصلي في صلاتك خلوا ما بينكم الأمر ده والله عز وجل يسمع دعاءكم انتوا الاتنين ومناجاتكم انتوا من الاتنين والله حل كل مشاكل الدنيا وحل المشاكل ما بين كل زوج وزوجة في انه كنتوا الاتنين تتصلوا بربنا تالي تتصلوا وتعيدوا وتكلموا ربنا تاني ويبقى بينكم وما بين ربنا حال بينكم وما بين ربنا رقعتين ما كان لله يا ابني داما واتصل يدي الزوجة ويدي الزوج لما يبقى في بيني وما بين زوجتي حاجة لله ما كان لله داما واتصل اعملوا حاجة مع بعض وعملوا طاعة مشتركة ونستغفر على زنب أحداثه وإحداهما ونشوف طبيعة الأخطاء اللي قلناها النهاردة وكل واحد يراجع نفسه أنا فين من الأخطاء دي